مهددون بالموت في أي وقت فمنذ أربع سنوات وخطر الإعدام يواجههم عشرة صحفيين اختطفتهم ميليشيا الحوثي في 2015 ولم يطلق سراحهم حتى لا نه حيث من المقرر محاكمتهم بتهمة التعاون مع العدو وهي التهمة الكيدية التي أضحت جاهزة لمن لا تهمة له ففي التاسع عشر من فبرائر الماضي وجهت محكمة جنائية تهمة التخابر للصحفيين العشرة الذين وفق منظمة دولية حرمهم الحوثي من الحرية تعسفا وتم احتجازهم في ظروف مروعة للغاية تحت التعذيب بحسب مراسلون بلا حدود فإن الصحفيين المهددين بالإعدام يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب صنوف التعذيب التي مورست ضدهم طوال الأربع سنوات وتورد بلا حدود معلومات رصدتها أمهات المختطفين تؤكد تعرضهم للتجويع وإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية مصورة لا تنحصر حالات التعذيب والتجويع على الصحفيين العشر المهددين بالإعدام بل تشمل كل الصحفيين المختطفين لدى موليشيا الحوثي وعددهم ستة عشر صحفيا يعاني جميعهم من حالات نفسية مرعبة وتعد حالة الصحفي أنور الركن الذي توفى العام الماضي بعد يومين من أطلاق سراحه كمثال صارخ على وضع الصحفيين وجرائم الحوثي بحقهم أربع سنوات والصحفيون المختطفون لدى موليشيا الحوثي منسيون خلف قضبانها ينتظر عشرة منهم قرار إعدامهم ولم يعد لهم من أمل إلا السماء بعد أن نسيهم الكثير إلا حين تقريرا دولي يحذر أو يطالب